جرح الناصرية لا زال ينزف في جميع أنحاء العراق بعد الصدامات العنيفة التي شهدتها وأوقعت شبابا بعمر الورد شهداء يخضبون تراب العراق بدمائهم الزكية شباب طالبوا بمستقبل أفضل وفتحوا صدورهم دون وجل للرصاص شباب جامعة الأنبار خرجوا بتظاهرة معربين فيها عن مساندتهم للمحتجين السلميين المطالبين بالحقوق تضمنت هذه الوقفة صلاة الغائب على رواح شهداء الناصرية ومن ظنها احتسموا الطلاب بإيد وحدة حتى يوقفون مع أخوانهم في الوسط أو في الجنوب في مطالبة في حقوقهم المشروعة وفي محاربة الفساد في دوار الدولة وغيرها وإن شاء الله إحنا منها من الغربية من محاولة الأنبار تحديدا جامعة الأنبار احنا إيد وحده وإحنا وياكم وقلب واحد وإحنا جاتتنا هنا بس قلبنا كله وياكم وقفنا وقفة احتجاجية ولمساندة أخواننا في الجنوب والوسط في مشوارهم اللي يمشوا ولي بدوا بيه انطلاقا من ساحة التحرير وبالجنوب إن شاء الله رح يكملون مشوارهم ننتقل إذا شيء أفضل وإن شاء الله التغيير رح يحصل أساتذة الجامعة قالوا إن مؤزرتهم هي أبسط ما يستطيعون تقديمه لأولئك الذين ضحوا بأنفسهم أقامت جامعة الأنبار صلاة للغائب ووقفة تضامنية مع أرواح شهداء الذين سقطوا في التظاهرات سواء في بغداد أو عموم محافظات العراق وخصوصا في الجنوب في النجف الأشرف والناصرية العزيزة وقد كانت رسالة واضحة المعالم أرسلها أبناء هذه الجامعة إلى أخوتنا وعوائلنا الكريمة وأهلنا الكرماء العزاء في عموم العراق أن هذا البلد هو بلد واحد وأن قضاياه قضايا مصيرية مشتركة العراقيون إنما كانوا يعتصرون ألما وحزنا على ما يحدث من قمع ضد المتظاهرين السلميين إلا أن كل هذا لن يثنيهم عن تحقيق مطالبهم وثورتهم البيضاء ضد ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية